على عكس أجزاء أخرى عديدة من السودان في الغربي أو الجنوب فإن العاصمة الخرطوم ليست معتادة على مشاهد الحربي والاقتتال العسكري المباشر وكان يوم الخامس عشر من إبريل بمثابة الصدمة لسكان العاصمة فهي المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الاشتباكات العسكرية المعارك كانت عادة تجري على أطراف البلاد بذلا من العاصمة حتى القتال الدائر حاليا بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي قائد ميليشيا الدعم السريع هو أول نزاع بين الطرفين منذ أن تحلف من أجل الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019 الاقتطال الجاري الآن يتداخل بين أكثر من منطقة في العاصمة ووفق خبراء فإن تساع نطاق القتال سيجعل أمام سكان الخرطوم طريقا واحدا للنزوح وهو الجنوب وتحديدا إلى المدن الواقعة على النيلين الأبيض والأزرق أما سكان الخرطوم بحري فسيكون أمامهم خيار التحرك إما شمالا أو شرقا للاتعاد عن مناطق القتال وسينبغي لسكان أم دورمان أن نزوحوا إلى المدن الواقعة غربا وشمالا وكنوبا أم دورمان إذن فالعاصمة الخرطوم تشكل محورا رئيسيا في الصراع الدائري بالسودان حاليا أما فصل النهاية فلم يكتب بعد حتى الآن